مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة رائد العربي في هذه الحلقة سنتحدث عن حل مشكلة توقف كين ماستر أثناء عملية الإخراج والمشكلة التي سنحل في هذه الحلقة كما ترون نقوم بتجربة عملية إخراج أمامكم بهذه الطريقة فقط لا تبقى لنا بالضغط على زر الإشراك وتفعيل زر الجرس كما ترون نتظر فقط حتى يتم ظهر المشكلة والتي ستظهر في هذه اللحظات كما ترون هذه هي المشكلة توقف أثناء عملية الإخراج حل هذه المشكلة بسيط جدا نقوم فقط بالضغط على زر الإعدادات ثم نقوم باختيار الخيار الثالث نقوم بالضغط على ثلاث نقاط في الأعلى ثم نقوم بتحليل الآن نقوم بإكس آناليز الآن كما ترون فقط قد تطول بهذه العملية بعدها ربما زود من دقيقة حتى دقيقتان أو على حسب بالهاتف في هذه المرحلة يتم تحليل خصائص الهاتف حتى يتم تعرف على خصائص الهاتف حيث سيتم مطابقة خصائص البرنامج مع خصائص الهاتف لأنه من المعروف أن البرنامج يتم جودة الإخراج مثلا HD أو HD Full أو 4K وغير ذلك على حسب خصائص الهاتف وحتى على حسب المساحة المتوفرة في الهاتف لذلك يتم تحليله ثم بعدها يقوم بعملية التحليل بهذه الطريقة التي أبشح على النهاية الآن سوف يتم برمجة التطبيق انطلاقا من خصائص الهاتف يتم برمجة التطبيق حسب الخصائص والإحدادات التي سيتم من خلالها عملية إصلاح هذا المشكل لذلك لن تظهر هذه المشكلة معك أبدا بعد أن تقوم بهذه الخطوات التي سنقوم بشرحها الآن في هذه الحلقة فقد طبقوها وينتوا عاني من مشكلة التوقف أثناء عملية الإخراج لأنني عانيت من هذه المشكلة كثيرا لذلك أحببت أن أقوم بحل هذه المشكلة بعد أن وجدت الحل وتأكدت أن هذا هو الحل الرسمي أحببت أن أشاركها معكم لأنني متأكد أن العديد من الذين يشاهدون ومشتركين في قناتي سيشاهدون هذا الفيديو سوف يحل لهم مشكلة كبيرة وقد عانوا منها منذ مدة كبيرة كما ترون بعد أن تم إنهاء عملية تحليل الهاتف تحليل الخصائص الهاتف نعود لعملية الإخراج من جديد فقط نقوم بعملية إخراج كما ترون HD نقوم بعملية الإخراج وهكذا سترون أنه لن يكون هناك أي مشكلة كما ترون جاري عملية الإخراج كما ترون عملية الإخراج يتم الآن بطريقة عادية ودون مشاكل كما ترون لم تتوقف فقط ننتظر حتى يتم إخراج الفيديو بكامل النهاية كما ترون الآن أوشك على النهاية ودو حتى لم يتوقف الفيديو مع أنه توقف في المرة الأولى بعد أن قمت بالتحليل بتطبيق الخطوات تم حل المشكلة التي تظهر أمامكم تم حل المشكلة بدون مشاكل زال كذا بحظة لنا في حلقات اليوم نراكم في وضع لحقاء والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر